السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ازايكو شباب كيف الحال في البداية بقى في السيكشن ده احنا عايزين نعرف ازاي السيمفوني ارتكوتشر بتشتغل يعني ازاي السيمفوني من جوه كده بتشتغل بالاول ما بيوصلها ريكوست لحد ما بتبعت ريسبونس زي ما قلتنا بلكده السيمفوني بتستقبل اتش تي تي بي فاونديشن ريكوست وبتبعت اتش تي تي بي فاونديشن ريسبونس طيب تعال بقى نشوف البروفايلر اللي تكلمنا عليه مرة اللي فاتت تعال نشوف ايه يقدر يفادنا ازاي في الموضوع ده انا كده مشغل السيرفر ونروح على الصفحة بتاعتنا دي بقى ونلاقي كده ايه ريفرش ولكم تو اور سيمفوني 5 كورس وهنا على البروفايلر لو روحت على الميلي ساكنز دي هجب لك بقى كل حاجة تخص الريكوست تمام طيب هنا لو خليتها دي زيرو هجب لك كل الريكوست تمام كل الريكوست الموجودة يعني يعني من اول ما الريكوست وصل للسيمفوني لحد الريسبونس ما راجع او عمل ايه terminate فبتح لنشوف كده شوية الدنيا دي يمشي ازاي هتلاقي هنا ان في حاجة ازمها كيرنر ريكوست ده اخد مثلا خمسة ميلي ساكن بس بعد كده الديبوغ هانديدر ليسنرز بعد كده فاليديد ريكوست ليسنرز سيشن ليسنرز لوكال ليسنرز راوتر ليسنرز كله ليسنرز طب فين بقى كنترولر بتاعنا حتى هنا فيه كنترولر ليسنرز او ليسنرز يعني ايوه ده بقى كنترولر بتاعنا في الحتة دي كده انا دخلت فين دخلت في الفنكشن الحروة الجميلة بتاعتنا دي فين الكنترولر هنا هون يعني في الحتة دي كل بالزبط في الاول من اول هنا بالزبط طبعا انا كده دخلت فين دخلت في الصفحة بتاعدي واللي يأكد ان اللي بعدها على طول عملت رندر ليه طبعا انا ضيف اللي انا ضايفها فين هنا هون طبعا انا ضيف اللي انت تابعين دي رندر ليباسد.html.twig تمام ففي 5 ms من اول ما الريكوست طلع من عندي لحد ما وصل الكنترولر طب ايه اللي حصل بقى في نفس الوقت بعد ما عملت رندر في حاجة تانية اسمها كانت الريسبونس اللي هو تمام وبردو في حاجات نرى اضitteه تم sitting بالصدر يحكي 물� wyd love RIFS كثير ممتاز كثير لدينا اتabis قد فوصل ل Angela حصل 多 ماذا ففي السكشن ده بقى احنا عايزين نفهم ايه بقى اللي بيحصل بالزبط قبل الكنترولر وبعد الكنترولر بالتفصيل تمام؟ طيب في حاجة اللي حزناها هنا من اول خالص من اول kernel.request تلاقي ان معظم الحاجات هنا مكتوب عليها ايه listener session listener, validator listener, controller listener, مش عارف ايه request data listener, مش عارف route data controller تلام من ده بس معظمها بارعا ايه عن listeners طيب يعني ايه listeners symphony في built-in structure بتاعها بتعتمد على نظام الـ events يعني ايه events يعني قبل ما بتيجي قبل ما تبعد request انت اول ما تبعد request بترغر شوية events يعني يعني بتتم dispatch شوية events بعد كده بتروح الكنترولر بتاعك الكنترولر بتاعك ده يعمل شوية logic ويخلط البنيا بتاعته دي بعد كده يخرج من الكنترولر ده عن طريق ان هو يبعت ايه response بعد ما يبعت الـ response برضو السيمفوني بتعمل dispatch لشوية مش عارف السلمالها بتعمل dispatch لشوية events تمام وبعد كده خالص بتعمل ايه terminate تمام طيب عايزين بقى نشوف ايه هي الـ events اللي تمت من اول ما حصل request لحد ما حصل terminate برضو في الـ profiler ممكن نروح هنا على الـ events هنا بقى هيقول لك ايه هي الليستة بتاعت الـ events اللي حصلت و ايه هي listeners اللي اشتغلت على الـ events طب يعني اصلا event و event listener لو انت فاهم design patterns ولو مش عارف الـ design patterns ده اللي هو اسمه observer ده هو ينفع انت تعمل event وتعمل classes بتـ subscribe على الـ event ده او بتلسن على الـ event ده بمعنى ان اول ما الـ event ده يحصل الكود ده بيشتغل automatic مش لازم انت تروح تشغله هو بيلسن يعني كده واقف كده مستني اول ما الـ event الفلاني يحصل هو بيعمل شغل معين تمام فده الميل كونسبت بتاع الـ design pattern اسمه observe وممكن انت تروح على قناة اليوتيوب هتلاقي فيه كورس كامل عن design patterns منهم فيه درس كامل عن الـ observer design patterns في الـ php تمام فهنا الـ symphony معتمدة هذا المبدأ اللي هو بتعتمد على الـ event والـ event listeners طبعا ان شاء الله هيبه في سيكشن كامل ازاي انت تضيف event ولتعامل مع الـ events بالتفصيل ولكن هنا هنشوف الـ symphony نفسها شغال ازاي فقال لك اول event اللي هو الـ kernel request انت كده الـ symphony استقبلت request جديد خالص ودول كده كل دول كده شوية الـ listeners اللي اشتغلوا اول ما الـ event ده حصل اول ما حصل او اول ما حصل dispatch لـ kernel.request وهنشوف كده في الـ code ان شاء الله على مدار الـ section ده في الـ code فعليا بقى ده بيتم فين واللي ايه بيحصل بعد كده كل الـ listeners دولة تشتغلوا من ضمنهم مثلا من ايه الـ debug under listener تمام الـ validate request بيعمل validate request station بيشوف فيه station ولا لا تمام الـ local والـ router بيعمل route او بيشوف الـ route اللي انت رايح له بيشوف ايه هو تمام تمام وفي نفس الوقت حاجات كتيرة اوي بعد كده kernel.control تمام احنا كده عايزين نروح لفين للـ control فده برضو event تاني فعندك كده kernel.request ده كده request جيه كده kernel.control بعد كده بقى ايه بيشوف انهي control انت رايح له الـ route ده بيروح لأني control زي ما قلنا في الاول خالص ان الـ symphony مكوناه من جزئين اول صفحة او اي صفحة يعني مكوناه من route ومكوناه من controller ففي الجزء الاولاني هنا مثلا في الـ router listener انت بتشوف الـ router اللي انت رايح له ده فين بعد كده هنا انت بتشوف controller تمام بعد كده بقى kernel.controller argument انت كده جوه ايه كوه controller نفسه تمام بعد كده controller نفسه خلش شغله خلش شغله هنا وعمل ايه return عمل return ايه شباب الـ render اللي هي بتعمل ايه بتعمل ايه بتعمل الـ render الـ html او صفحة tweak يعني وفي نفس الوقت لازم ترجع ايه response اللي هو بتاع http foundation تمام فلو جيت هنا رجعت تاني انا كده برضو kernel.response event اتعمله fire او اتعمله dispatch كل الحاجات دي برضو ايه اشتغلت على الـ event ده كمام كل الليسنر دي اشتغلت الـ firewall والdata collector ومش عارف الـ event listeners وhttp remember me مثلا وحاجات كتير مش هنخشوا في التفاظيل ولكن بس لما انت فهم الـ concept ان فيه event تمام اتعمله dispatch وفيه listeners كتير قوي اشتغلوا وعملوا شغله ده اللوجيك الـ internal بتاع symphony وبعد كده فيه kernel.finish request ده event تاني خلاص كده احنا عملنا الـ response خلاص اتكاريت بعد كده ايه تقوله خلاص كده الـ request خلاص بعد كده kernel.terminate خلاص كده عفلت الـ kernel خلاص اعمل حاج خلاص الـ request وبعدت الـ response خلاص كده ايفيد لي kernel وعمل لي ايه terminate فده مثلا الـ profiler listener بس هو اللي ايه اللي عمل listen عليه الـ profiler ده اللي هو ايه اللي هو اللي احنا شغليني عليه دلوقتي اللي هو قال خلاص الـ request رجع فانت عمل terminate مع كده terminate request وطبعا بياخد الـ event نفسه وبيدي بقى ايه يشتغل فده شباب الفكرة الاساسية بتاعة symphony اللي هي عبارة عن event وevent listeners او event subscriber او ايضا نفس الفكرة يعني فيه event بيحصل تحته و subscribers او listeners بيشتغلوا الشغل ده زي ما قلنا هنا فيه مثلا كم event واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة في ستة events حصلوا لمجرد بس اللي انت كلمت الـ route اللي هو ده هنرجع تاني كده في اللحظة دي كده في ستة events حصلوا احنا شفناهم بالتفصيل وفيه كام listener اشتغل في الفيديو اللي جاي ان شاء الله هنشرح بقى اول ملف اللي بتخش عليه السيمفوني واللي هو الـ index.php زي ما شرحنا في الـ folder structure شرحنا كل فايل بالتفصيل قلنا ان الفايل اللي هو اسمه index.php اللي موجود فيه public تمام؟ ده اول فايل ده كده الـ front controller اسمه ده ليه؟ ده اول فايل انت بتخش عليه ان شاء الله في الفيديو اللي جاي هنشرح بالتفصيل ايه هو الفايل ده وبيعمليه شكرا لكم جدا ايه السرس وصورات وتعليقات انا موجود على الاسواج ميديا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لكم